السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد حملت توظيف في بوليكنيك اللي غادي يتفتح قريبا في مدينة مكناس وطالبين 53 منصب اللي هما فيهم اه فيهم 25 انفرمية يعني 25 ممرض او الممرضة متعددة الاستخدامات وكذلك طالبين 10 دي لزم بلوية دو جيستيون ادمنستراتيو يعني 10 دي الموظف التسير الاداري وطالبين 10 دي لزم فرميق سبيسياليزي اون اه انستيزي يعني طالبين 10 دي الممرضة او الممرضة دي المتخصصين في التخدير والانعاش وكذلك طالبين 10 دي لصعج فام يعني 10 دي القابلات وفي الاخير طالبين جوجة لتكنيسيان دو غاديولوجياني جوجة ديال تقني اشعات اه الراديو والان غادي نشوفوا التفاصيل والشروط والطريقة دي الارسال طلب الترشيح لهذه الوظائف اذا بالنسبة الوظيفة اللي طالبين 25 انفيغمية بوليفالون يعني طالبين 25 ممرضة متعددة الاستخدامات اه اللي غادي يخدم كونترا اه دوترافاي اندترميني يعني كونترا فيكس وغادي تخدمه في مبينة مكناس المنزه وبنسبة اللي فورماسيون لطالبين طالبين فورماسيون تكنيسيان سبيسياليزي او اللي تكون عندك انفيغمية بوليفالون وبنسبة اللغة طالبين اللغة الفرنسية اذا هذه خاصة ب 25 انفيغمية بوليفالون يعني 25 ممرض متعددة الاستخدامات غادي مشوه الان الوظيفة الثانية اللي هي طالبين عشرة دي الموظفي التسيير الاداري يعني طالبين هنا اه اه اون بولوية دو جيسيون انضمينيستراتيف هانا بنسبة الناس اللي هما غادي يخدمه كموظفي التسيير الاداري في هذا البولي كلينيك اذا بنسبة لنا اه اه الكونترا اكونترا في اندترميني هنا بنسبة لكاراكتريستيك ديل البوست امبلوية دو جيسيون ادمينيستراتيف يعني تكون اه موظف التسيير الاداري اذا هنا بنسبة الملف الشخصي هنا تعتبروا الخبرة المثبتة في العمليات الادارية والمحاسبة ميزة ينظروا ان تكون عندك واحدة للخبرة متبتة في العمليات الادارية والمحاسبية هنا كذلك تكون عندك مهارات اتصال ممتازة الكتابية والشفوية وتكون عندك الخبرة المطلوبة في منصب ادارة المستشفى ان تكون ديجا خدمتي في مستشفى ولا في اه عيادة ولا في اه بولي كلينيك بطريقة هذي تكون عندك تجريبة وتكون عندك الخبرة باش انك تخدم فضل منصبك اه مسير اداري لهذا المستشفى وتأكد من تحديد السجلات الطبية للمرضى وكذلك تكون تعرف الادوات المكتبية الرئيسية اذا هما الملف الشخصي اللي طالبين في هذا الشخص اللي غادي يخدم كموظف التسيير الاداري بالنسبة لفورماسيون اللي طالبين في هذا العمل هذا تكون عندك تكنيسيان سبيسياليزي او لتكون عندك جيسيان ديزون تخبخيز اذا بالنسبة اللغة طالبين اللغة الفرنسية غنمشيو الوظيفة الثالثة اللي طالبين فيه اللي زن في غمي سبيسياليزي اون انيستيزيك اه غياني ميشان يعني الناس اللي هم عندهم اه تخصص ديال التخضير والانعاش اذا غنشوفو الان عشنو الطالبين هنا يا كونترا بعد اللي غادي تخدمو بها تخدمو بكونترا اه دوترافا اندي الترميني يعني كونترا فيكس وغنشوفو الان عشنو هما البروفيل اللي طالبين والخصائص ديال الوظيفة توفير التخضير اثناء العمليات الجراحية رعاية المرضى في العناية المركزة استقرار الانتعاش بعد العملية الجراحية اذا ندوم الخصائص الخاصة بهذا الوظيفة هدي كممرض متخصص في التخضير والانعاش اذا بالنسبة اه للغة اللي طالبين تكون لك اللغة الفرنسية وبنسبة لفورماسيون طالبين غيرما تكنيسيا سبيسياليزي والانفيرمي بوليفانون اذا اه هدو هما المعلومات الخاصة بالممرض اللي غادي يكون كمتخصص في التخضير والانعاش اذا غنشوفو الان اه لطالبين ستا ديال اه لصاج فاميلي اه لبنات اللي غادي يخدموها قابلات اذا هنا اه اه نتخدمو بكونترا في مدينة مكناز وبنسبة لفورماسيون طالبين ما تكون لك تكنيسيا سبيسياليزي اوليك وعندك ديبلوم ديال صاج فامي بنسبة اللغة طالبين اللغة الفرنسية اذا اه هنا بنسبة الصالير الصالير ما هذه هي الطالبة والمؤهلات اللي عنده والتجربة اللي عنده يعني واحد الشخص اللي عندو تجربة كبيرة بزاف ما شبح لوحز اللي عندو تجربة ديال العام والعامين ان كلينا الشخص اللي يتكون عندو بتجربة ديال ثلاثل سنين وعندو مؤهلات كتيرة بزاف وتلقى السي ما زيه تجربة وعامر بالتجاريب وعامر باللابة empezوا اذا اذن نشوفوا اخر اه فرصةك الدعم اللي هي إطالبي sticking da غاديولوجيا يعني آآ تقنيين آآ لاشيعة دي الراديو. إذن هنا آآ طالبين كذلك هنا آآ بنسبة لقطرة غا تختم في كونترا دوترافاي انتترميني في مدينة مكناس آآ بنسبة لآآ لفورماسيون لطالبين كونيك تكنيسيين سبيسياليزي او لا آآ تكنيسيين او راديولوجي. إذن بنسبة اللغة طالبين اللغة الفرنسية. إذن ندوم المعلومات الخاصة بهذا آآ خمسة ديال العروض. إذن منسبة للطريقة كيفاش غادي نرسلوا الطلب ديلنا لهذا آآ في هذا العروض هذا بغينا نندفعو مثلا العرض من العروض وبغينا نقدمو الطلب ديالنا باش نترجحوا لهذا العروض هذا. إذن منسبة لطريقة التقديم آآ الطلب ديالنا غادي ننرسلوا سيفيد ديالنا ولمعلومات ديالنا وضوصي ديالنا سوف نرسله لهذا الايميل الذي يبن لكم امامكم. اذا هذا هو الايميل الذي سوف تفضله. ملف الترشح الذي يكون فيه السيفي. طبيعة الحال السيفي تريد ترفقه معه التجارب على حسب الكمبيتنس ديكم كذلك وتضعه فيه المعلومات ديكم كلها في السيفي وكذلك اذا ترفقه مع السيفي لازاتيستسيون مثلا الستاج ولا السرتيفكات الغضاء اللي دي جهد في في بولي كنينيكا او لفشي عيادة. اذا تتعززوا يعني السيفي ديكم بهذا الواتع قادوا صفتهم صفرهم دي البي دي اف وصفتوا المعلومات ديكم لهذا الايميل الذي يبن لكم امامكم ام بوان محرز ارو باسكا انا بيكا بوان ارغ اذا ندوم المعلومات الخاصة بهذا الاعلان دي اليوم. كنتمنى لكم اخواني التوفيق. ما تنسوا الضغط على زر اللاك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بكل جديد وانتم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة